السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 27 آب أغسطس القمر اليوم استقر في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى تمام ساعة 48 دقيقة من صباح يوم الغد الأربعاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام ساعة 9 و25 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلال هذا اليوم معناته نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن نتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعدة أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصلاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بطيئة بين الزهرة وبين أورانوس هذه الزاوية لها تأثير تقريبا خمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ابتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا سعادة غير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من واجه مصاعب عراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11.49 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وست عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 11.59 دقيقة مساء بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة وهذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً إن الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبهدل بالنسبة للعمليات الجراحية طبعاً زي ما حكينا باقي عضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم رغم أنه في زاوية مع المريخ في ساعات المساء المتأخرة إلا أن تأثيراتها بتكون من ساعة العصر تقريباً وما بعد أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعاً ما في أي مشكلة خلال هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم يوم الغد بيبدأ الساعة 7.13 دقيقة صباحاً بتوقيت جرانتش وبيستمر حتى تمام الساعة 48.47 دقيقة صباحاً بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال لعمر 23 يوم الساعة 9.26 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش بنبدأ باليوم الأربع وعشرين نسبة اللضاء 34% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22.9 منتحس بنسبة 15% القمر في الجوزاء حتى يوم 28.8 سعيد الآن بنسبة 30% ساعة الفجر منتحس بنسبة 15% ساعة الصباح سعيد بنسبة 5% ساعة الظهر منتحس بنسبة 25% ساعات العصر منتحس بنسبة 50% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في الأسد بيتراجع لآخر يوم رح يضل يتراجع لغاية يوم الغد 28.8 منتحس بنسبة 10% الزهرة في العذرة حتى يوم 29.8 منتحس بنسبة 40% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.9 سعيد بنسبة 10% الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدالو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطه بالسفر والاتصالات وبتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات خلال هذا اليوم على أنواعها فلا تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض تكثر الزيارات والتنقلات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف أو تصلحات أو استحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق والمغامرات المالية وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات اليوم كله بيعتمد على الانشغلات بالمسائل المالية المتنوعة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتلمسوا انفراج وبترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ وبتواجهوا الواقع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب كنت بتنتظروا في هاي الفضر أو بتتوضح لك بعض الأمور وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بنا للتعب منكم خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات وخذ قسط من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة حاذر الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي فترة مناسبة للطلب استشارة أو تأييد من أحدهم وما يعني ممكن أنك ما تقدر تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل من أحدهم استشير أهل الاقتصاص تطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهمش أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أحدهم ودع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة والجنة بالكلام القارص برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وتعتبر هاي الفترة حافلة بالنشاطات ابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر الانشغالات الإدارية ولكن حاضروا من التعب الصحي اللي ممكن ييجي في أي لحظة بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وساروا على ترتيب أوراقكم وملفاتكم وممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من مشكلة أو من ورطة أهمش أنك ما تبقى وحيد وما تتقوغى على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة وتعتبر من أصعب أيام الشهر حاول أنك ما تخال في القوانين وما تكون ساخر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحاذروا من التراجع الصحي وبرضو بتكتباكروا لعملكم وتركوا مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباك وبفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فكون شاكر له ولا ما تنسى رد الجميل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة وممكن تخصص من وقتك وقت مهم للعائلة أو الأشؤونك الخاصة وممكن حدث أو أعطال منزلية أو مناسبة أهمش أنك ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو عصبية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه